شو الفرق بين محكمة العدل الدولية ومحكمة جناية الدولية؟ الفرق الرئيسي والأساسي هو كونه أولاً محكمة العدل الدولية معناها هي الهيئة القضائية العليا لمنظومة الأمم المتحتة وتحاكم تتعاطى مع الدول بطبيعة الحال وتحاكم دول أو تحكم بين دول ساعة ساعة ثم نزاع بين دولتين معناها تفصل فيها بينما المحكمة الجنائية الدولية هذه محكمة جديدة نسبياً تعتبر حتى الاتفاقية روما أبرمت في سنة أظن 1998 ودخلت حيز التنفيذ في سنة 2002 معناها تعتبر جديدة كيف منقوله ومختصة بمحاكمة الأشخاص بمحاكمة المجرمين معناها المقترفين للجرائم الكبرى كجريمة الإبادة الجماعية اللي هي جريمة الجرائم جرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الكريم داقريسيون جريمة الاعتداء بالنسبة للمدعي العام رو ملازمش نغتره بالعناوين وبالمظاهر راه السيد هدايا اسمه كريم خان راه يحمل نصيب من اسمه كيفاش هدايا السيد هدايا معناها توا منذ أكثر من سبعة شهور يحملوا شوية من لقب خطال اسم كريم لقب باي لا لا من لقبه والله يباهي كينقولوا لسم يعني يشمل كل زعبار فكين نعم من لقبه صحيح اي عليش على خاطر توا جريمة الإبادة الجماعية هذية دخلت في شهرها الثامن تقريبا ولم يحرك ساكنا إلا أخيرا وبالنسبة مثلا كيناخذوا حاجة مماثلة الحرب الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية معناها اخذاء عمل تصريح بعد جمعتين تقريبا من اللي بدأت الحرب وبعد معناها اسابيع قليلة جدا أصدر مباشرة مذكر التوقيف ضد بوتين يعني بعد بضع اسابيع من بداية الحرب في فيفري الفين واثنين وعشرين بينما بالنسبة للإبادة الجماعية الواقعة في غزة متكلم كان توا مخذاء معمل تصريح رسمي كان بعد ثمانية شهور الحاجة الثانية المهمة جدا بالنسبة للجرائم المنسوبة للقادة الفلسطينيين اسماعيل هنية ومحمد الضيف ويحيى السنوار تعهد بنفسه بالتوفان الأقصى بتابعات التوفان الأقصى تعهد بنفسه علاش خطر اسرائيل مع الكيان الصهوني مهوش عضو في المحكمة الجنائية الدولية ما هم عملش مهوش عضو في المحكمة الجنائية الدولية كما في تونس تقولون نيابا وما هي من أثارة الدعم؟ بالضبط تعهد بنفسه من تلقاء نفسه بينما لم يتعهد من تلقاء نفسه في الإبادة الجماعية لم إلى اليوم لم يتعهد من تلقاء نفسه ثم أفريقيا الجنوبية هي اللي مقدمة معناها ودول أخرى كبوليفيا المكسيك الشيلي ودول أخرى فضلا عن ذلك المدعية العامة اللي كانت قبل ولي نحييوها خطرها نسانة بالقداء خدمتها السيدة فاتومتا نسيت اللقب متاعها بن سودة الغنبية هي اللي فتحت بحث تحقيقي في سنة 2021 وخلصته عزيز وغاية وبطبيعة الحال بحيث الشخص هذا يراه في جريمة أكبر جريمة إبادة جماعية في القرن هذا لم يتعهد بصفة ذاتية بها بل كان مجبرا وملزما خطر أفريقيا الجنوبية مهدد بالانسحاب من المحكمة هددت بالانسحاب من المحكمة كريمو كان لزاما عليه بالصفة عليه مكرهن أخاك لبطل كان جليده هو يلاحق الفلسطينيين ولا يلاحق المسؤولي الكيان الصهوني حاجة أخرى هو يبعث طلب لما يسمى بغرفة ما قبل المحاكمة أو الغرفة التمهيدية والغرفة التمهيدية هذه المتألفة من قضاة تقبل معناها تصادق على إصدار مذكرات اعتقال أو لا تصادق أو تغير وما إلى ذلك وهو من بعد إذا كانت تصير المسادقة من ترف الدائرة هذه الدائرة التمهيدية يصدر معناها كتطبيق لتعليمات الدائرة يصدر مذكرات الاعتقال هذه واللي يعني منطقيا بش تصدر فعليا معناها ولكن ما لازمش نختره بالمناورات هذه رأوا الحكاية هذه وراها مكر كبير ياسر الشخص هذية في المطالب اللي يقدمها للدائرة التمهيدية لم يذكر إطلاقا جريمة الإبادة الجماعية قال جريمة الحرب فقط ذكرها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا كنت سؤالي لم يذكر ثم فرق عظيم كما قولوا ثم فرق كبير ياسر بين هذا وذاك جريمة الإبادة الجماعية جريمة الجرائم معناها هي عليها تعاملت المعاهدة معناها تعالى الإبادة الجماعية تعاملت مباشرة بعد الإبادة الجماعية اللي تعرضوا لها اليهود يعني تحت النظام النازي سارع المجتمع الدولي بعد انقضاها معا بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أو زارها لإبرام اتفاق يعني يدين ويلاحق معناها مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ويقضي بمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وكان ذلك سنة 1948 فالكيان بيدو تأسسه في سياق جريمة الإبادة الجماعية وبين معاقفين بفضل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد اليهود والآن هو الذي يرتكب هذه الجريمة فنسأل الله أن تبدأ نشأته بجريمة إبادة الجماعية وأن تكون نهايته بعد ارتكابه هو لهذه لجريمة الإبادة الجماعية بحيث المقصود هنا أن كريم خان المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لم يذكر إطلاقا موضوع الإبادة الجماعية اللي عاينت إرهاصاته محكمة العدل الدولية ودونت كنتراكي في الإكسبوزيدي معناها ديموتيف العرض معناها الأسباب معناها متاع القرار متاع اللول متاع الاحترازي متاع محكمة العدل الدولية تشوف كيفاش معناها مستحيل باش ما تقروش من بعد في الأصلة خطر القضية الأصلية بش الدوم هي يعني يمكن الحكم يصدر بعد عامين ولا ثلاثة ولكن كترا للعرض الأسباب معناها متاع واضح اللي كونها تعاين وجود جريمة إبادة جماعية ترتكز على تقارير الوكالات الأممية وعلى تقارير منظمة الأمم المتحدة بيدها ومعاينات وما إلى ذلك معناها فرغم هذا كله السيد كريم خان لم يذكر جريمة الإبادة الجماعية أصلا في المطلب الذي وجهه للدائرة التمهيدية ونستشف من ذلك بكل وضوح أن هناك مناورات ماكرة وخبيثة جدا حول هذا الموضوع نهيك أنه وجه ثمانية تهم للفلسطينيين لقادة المقاومة الفلسطينية وسبعة تهم فقط لنتنياهو وغالان وانا نحب نقول راهو الأستاذ الأستاذ عدنال إمام كشقول المحامي والأستاذ في القانون العام نختص في القانون في العلاقات الدولية وقانون الدولي راهو الكلم هذي على كريم خان ما هوش جديد وما كناش احنا سكتين وقت اللي هو اسكتة وما كنتوش انتم سكتين كيف هو اسكتة على خاطر في جانفي انتي كنت أعلنت أستاذ عدنال الإمام عن دعوة ضد مدعي الجنائية للدولية كريم خان أمام المحاكم التونسية بتهمة تواطئ بالإبادة مجموعة من الشخصيات والجمعيات وكنت أنت أستاذ من أعلنت على هذه الدعوة بالضبط صحيح أخطر أن نتابع في تصرفاته وإزاء جريمة الإبادة الواقعة في غزة من اللي بدأت معناها العملية وهو لم يحرك ساكن ونعاين أنه في أوكرانيا كان سريع الرياكتيفتي كيف ما نقوله سريع لرد السعر يعني بعد أيامات معدودة واق معناها واللي صار في أوكرانيا ليه علاقة لهو باللي صار معناها في أوكرانيا يتهموا في روسيا لكونها حولت ست آلاف طفل هي هربتهم من منطقة نزاع بش ما يموتوش بالقصف ردوها جريمة إبادة جماحية معناها وفتح معناها بحث تحقيقي وإصدار مذكرات اعتقال ضد بوتين بيدو معناها وما إلى ذلك قاعدين نرسدون تبعوش بش يعمل هذا إزاء جريمة الإبادة الجماعية تعدات الجمعة الأول الثاني الشهر الأول الثاني الثالث وهو مجرد تسريح منه قد يمنع معناها مواصلة للجريمة هذه أو على الأقل قد يحطها في إطار آخر في إطار يعلم بها القادة في الكيان الصيوني لأنهم محل متابعة وملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية لم يفعل ذلك ولم يصرح ولم يقوم بتصريحات رسمية معناها في هذا السياق وقعد يتفرش وهذا نوع من التغتية ومن الشرعنا لما كان يقوم به الكيان الصيوني والذي يعتبر ويكيف قانونيا على أنه ضرب من ظروب التواطر وهو المعاهدة الدولية اسمها الاتفاقية حول منع وقوع مش حول منع وقوع معناها استباقيا وهو عنده معناها الإمكانيات باش يساهم في منع وقوع الشي هذا والستاتودروم في فصل الخمستاش يسمح له باش يعمل تعاهد ذاتي بالموضوع لم يتعاهد ذاتيا في طفل الأقصى تعاهد ذاتيا في معناها خصوص الجرائم الوهمية المنسوبة لقادة المقاومة تعاهد ذاتيا بالنسبة لجريمة اللي بادة الجماعية لم يتعاهد ذاتيا لليوم راهو حتى البروسيدور اللي صايرة توا ما هي ما كانتش نتاج التعاهد الذاتي متاعه كانت نتاج أولا البحث التحقيقي المفتوح من طرف فاطمتة الله يرحم والديها الغنبية والدعاوة المرفوعة من طرف الدول اللي على رأسهم أفريقيا الجنوبية معناها اشتركوا في القناة